موسيقى وأشهر نسالة على هذا الأوسيوكروزيس تعالي تشوفي تفقد العب مفتنة أربعة سنين. بيقوله بعد الميرو بوز الفينين مول كتبتل بين 30 إلى 50 كميليا مول في خلال خلال سنين. عشان تنجي عدون محتاج عشرين تلاتين سنة. إذا الجناء is very difficult. والهدن is very easy. وبالتالي احنا دلوقتي كل الأبروش بتاعنا ان احنا ان شاء الله اللي مجايح تبقى دكتورة جانية ان شاء الله هتكلمني على وتبقى كلمة مقصود ديها انا حمع المرض. ويمكن محطة الابجنزي حتساعدها انها من الابجنزيس ممكن ابدأ من الاولاد الصغيرين انها حاول اعمل افايدنس 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 للريسك في ممكن زيبوست فريدنوع من الابجنزيس وبالتالي هنتكلم عنه. النهاردة حتكلم على الكونتينيوم بتاع الاوسيوكروزيس. هو الاوسيوكروز يمشي ازاي؟ ترون كي تزد علشان يعمل لي وسيوكروزيس. طب تحكفني ايه؟ انت جيبنا النهاردة وقدتنا في الاعلان بتاعك ان انت حديدين حبيبك تنفعنا في العيادة. ما تدخليش بقى في مقصر جنيه في كل ملك كله. قول لي اعمل اي في العيادة عشان اخذي العيان بتاعي. عشان تخديني العيان بتاعي لازكني فهمة. العيان جالك فين؟ جالك في اي مرحلة من مراحل وسيوكروزيس. دلوقتي عندنا برايماري وساكنري وترشي وربما يكون فيه كمان جزء رابع للقص وصيد. وبالتالي عشان احد العيان هيستخدم اي روع من القص من هقول هو الاول في اي ستيج عشان اقدر حديركم. ده ان شاء الله هقوله في اخر سبس دهايه اللي هو الجريتنا عم بتاقي فايز جدا جدا. ان شاء الله يفتكم عن بتاع اسي اره اللي قلتكم منهم. وحطلوكم التلاتة تقاربوا منهم علشان تعرفي. الاعيان جالك امتى? وايه الحاجة المناسبة لتعمليها كانوا في التوقيت اللي هو جاي فيه. الاوسيو ارسولايكيز بيبدأ بأي زكري لغاس بوسيكول بالانكورسي او بالكتوبسي بيبدأ عن سن عشرين سنة. كل الدس اللي فوق سنة عشرين سنة. جزبت افضل مشكورة. بروفوسة دكتور نادية كامل وقالت انهم نلاقوا البسكتبون بيقى عامل تلاتين سنة ده من الميكروتروما. قالوا اوسيو ارسولايكيز. اذا هو ممكن يبدأ من عامل سنة عشرين 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 سنة. يستمانوا لغاية سنة عشرين سنة أو تسعين سنة لغاية بيحصل جوية خيرية. اذا انا عندي ستين سنة كونتينية من اوسيو ارسولايكيز. صعب. صعب على هي اوسيو ارسولايكيز كوية حتة في العالم يدرسوا التطورات اني حصلت على مدى ستين سنة. فكان المخرج منها ان احنا نشوف السكن او نعمل احنا اوسيو ارسولايكيز وانتابعوا عشان نشوف ايه انده حصل في خلال السبتين سنة دول والتطور ده حصل عشان اقسم اوسيو ارسولايكيز وبالتالي اقسم مداعوه. وبالتالي حايز يشوف او الاسهل دلوقتي. الراجل ده مليون واحد في المية حيجي ده. حصل لكل وبالتالي مهما كانت جراح اللي اشتغل معاه في الماكرو سيرجري. وعري لبنى البون. حيحصل له مليون بما يحصل لطلق وحصل مايكرو ترومة. مايجو ترومة. والتاني بتسربت كل اللي بتاكل اسفاع الصفاء بالتاني. هيبدأ يحصل لوسيا وسيوسيا. حاقدر اتابع من المنظر ده ومن اول مدين. أتابع التصاليش بتاعه واشوف هو اطور ازاي? عن طريق بيوبسي او عن طريق الانجيولوجيا. بعد كده بعد مجاله ممكن اعمل او بعد كده لما يبدأ العيان يشتكي بالمرحلة الاولى لغاية مايوصل لغاية الجوين فيها. من هنا بعد الميجو جوين ترومة طلع تعبير جريمي اسمه بري كلينيكا. الرجل اللي حصل له ميجو ترومة ده انا عارف ان بدأ الاوسيا وسيحصل معاه بس مش هشتكي ده وقتي. زي ما ترومة دلوقتي قالت الولد بتاع خمسة وتلاتين سنة اللي جاء لأوسيا وهو بيلعب بسكتبول وهو بيلعب عنده عشرين سنة بلد. صح? وده اللي حنستطيعيه ايه? تنين? لينكا. عايزين نشخص بقى. طب هي قالت حاجة زكية اول خطوصوا بلتكم بنا. بتقول ايه? ده عشرين في المية. الله يبقى فيه ده ما لا نهومش. يبقى ازا مش كلوش اجينا اوسيا رسولايتس. يبقى انا محتاج بقى اعمل سيليكشن للعشرين دول ايرلي عشان دوله ما تكملش بسكت ولا تكمل ولا تكمل لا تكمل لعبة تانية تكون خيبة شوية عشان ما يجرمش موش رسولا. لانك انت بدأ عندك فعلا اوسيوار سميز. اهو. بعد كده مرحلة بتانية ايه لتذكرى الراجل دوت ان هو حصل له ميجرد روما ده كان محتاج من عشرة لعشرين سنة عشان يبدأ راديولوجي. ازا انا في عشرين سنة هيروحوا مني او عشرة لغاية ما يجي له اوسيوار سليس. هايش خاصه. الولد ده بدأ او انا مبادأش. تمام? طب ليه عشر وليه عشرين وليه عملت كده عشان اعرف الميجو تروه بدل امتا? وهو مجرد سيكون لاعب. ده ممكن يكون واحد يحصل له حدثة. عربية او تقلبك او تعملت والراجل يحصلها او 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 او. ده لو كده عند عشرين سنة مشتاج عشرين سنة عشان يدولجي. انه لو ده واحدة عربين خمسين سنة لا ده محتاج لفنة سليبس عشان يجي له ساكن يواصل. فحطنا الولاي اللي بيتش دولت الولاي اللي هو من عشرة لعشرين سنة. ممكن تبقى قال لي من كده قا ممكن. ممكن نعمل احنا قلنا حنتابع الساكن للوسيوار سليس. لا الكلب عندي بيعيش من خموشة لعشرين سنة. طب ما انا ممكن اعمل له وسيوار سليس وتابعه. يبقى هنا لو عمره قد عمري ربع او او دون او مسلا خمس. يبقى لا في العشرين سنة بتوعه انا جاني في الصوم بوسيوار سليس بهوف العصي ممكن اتابعه. ده فيه احسن من كده تقطة بتعيش اقل شوية. ممكن اعمل لها بوسيوار سليس اندكشا. عفتنا اندكشا مسألة جدا. ممكن تعملي رب شهر للميديا او اللاترة. وخلي ايجي مسلا شهر ولا حاجة. الليمتنج الواحد لبوسيوار سليس. وغير بالكم. ودي طبعا حاجة مشهورة جدا ان ساعدتك لو ميشي تتعروج بمدة شهر بتمثلي على مسرح. وبالتالي انا ممكن اشوف بوسيوار سليس في خلال سنتين تلاتة. واختصر فيها ستين سنة بتوع او العشرين سنة بتوع الساكت بوسيوار سليس. ده ممكن يحدث من كده. ممكن يجيب الفار اللي عمره من تلات سلت شهور واعمل له اندكشن بوسيوار سليس في خلال شهر يجيله. وهيموت بعد شهرين. يا شهر واحد بس اقدر اجيب ستين سنة يبقى كل يوم حيوافن عني سنتين تقريبا من عمر الفار. اشوف اللي بيحصل فيه في موسيوار سليس. وبالتالي اقدر اجابه واحدة بواحدة واقدر اقسم بقى موسيوار سليس. ونشوفه دلوقتي ونشوفه كونتين يتبقى وماشي ازاي. واقدر بعد كده اقول انا فيه العيان جاني بتاع موسيوار سليس. هيحصل اللي قدامي ده. نمر واحد العيان ده جديد كان يصصر بما كان عنه يوم بي ينجبه. انا قاعد قدامي الجده وقاعد جمهها الام وقاعد جمهها الحفيدة. الجده عندها وقاعد جمهها الحفيدة. الجده عندها وقاعد جمهها موسيوار سليس ميه. الابنة الام الصغيرة هي دوب نخلة في وقتسقلني على لدها اللي عندها هايبرلاكستي تلعب ايه? يبقى كده قدامي الفاميلي هستوري تصطف ولو تقف اول محاضرة بتمشي ستين في المية يبقى ديها محتاج دي غالبا هتمسل وان هي وان انا المفروض ان انا امن عاكس بووز وده لها هيتغطة ده لها هيتغطة بالربما البرليفينشن ان انا عارف ان العيان ده. يأما عندي يا مهات عندها زي يا إما عندي الجينوم بتاعها او ليه جينوم بتاعها ليقول انها هيديدها ده اللي مفروض انا امنع بتاعه عشان يبقى المفصل ما يجلوش. او العيانة وصصيت تكل وبدأ يجي لها بس لسه ما اشتكتش. دي المرحلة التانية اللي بنسميها العيان لسه ما بيشتكيش من انما شغالة والشغالة 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 والعيانة ما زالت ولكن ما زال المفصل قادر يتحمل وبنسميها هو يتدور صحيح انما قادر يتحمل ان هو ما يشتكيش. عند نهاية المرحلة بيبدأ اعيان بيشتكي من حبت بين متقطعين ما يزغروش غير مع اللود العالي زي العرية بتاعتي بتشاورع عليها وبتنمل انها بتنملش غلا باطلع على الصحراء واطلع على مئة وعشرين. انما طول ما ماشي في المدينة مش تواخد باني. فهي طول ما هي مجمودة الليل ما يبانش عليها. انما تيجي في رمضان عندها تنتيم عزوما في رمضان وبالتالي جعل اخر شراء تقول لي انا فايل من اللي ما عملته. وبالتالي هتشدكي فقط في مراحل معينة. عند بداية المرحلة دي مرحلة الترانية اللي هي الامجين مش حول خلال الى كان. لان هنا هيتقى الامجين متاحة في الاولها الامر وفي اخيرها هيبقى الامر. وبالتالي ده من اللي حمشي عليه علشان اشخص كل مرحلة من وفي كل مرحلة من دول هيكون ليها العلاق بتاعها المختلف عن الداني. يبقى اديني بقى لو سمحتوا بتتكلم كده اشتغل بيها علشان اشخص العيان وقول العيان ده هو محتاج وبالتالي محتاج اللي هيتناكش ان شاء الله بيزدلها تعالى في الاسيشن المريم. كل مرحلة دي علاجها. المولة طبعا اللي عيان ما عندوش حاجة خالص. وكواسنا هتعرف ما هو موجودة عنده. حموته زي نعرفه وده المهم ان انا اهم حاجة اقلل بتاع العيان او سميها لزي ما انت عايزك او اللي هي بتعمل اللي هي بتعمل اللي على او ان هو يبقى او سمي زي ما انت عايزك. المهمة دي المرحلة اللي كنتي هتمنعي بتاع التانية هتحاول بقدر الامكان تقابل بتاع المريم. التالتة اللي هتكلم بقى عليها بتوع بسافة النهار ما ان شاء الله العيان وبدأ يزال معاه اناظر فاكتو في طوارس النزيز وبالتالي دول محتاجين يتلمنوا وللاسف دول اللي بيقولها. بالاسف الشديد. طبعا مهمتنا النهاردة ان شاء الله ان احنا ازا ما كناش هنقضى على المرضى اللي بيجونا في العيان النظر واللي النقص الامكانيات يبقى على الاقل على عائلتنا والناس اللي حولينا نبدأ نعمة توعية دي شو اللي قدام ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نوعيهم ونقول انت عندك او عندك او عندك ومحتاج او 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 اللعبة ولا الحقيقة بدأت الحكاية دي يمكن من حوالي ساعة سبعة سنين او او عشر سنين بيجيه الولاي بتوع اللعيبة. الولاد دلوقتي الحمد بالله دلوقتي الامهات مفتنية جدا 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 باولادها تيجي لي مسلا مع ابنة عندها عشر موشة السنة كنت اشتراها تنس مسلا او 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 وليجيها مسلا انتصابة. على طول ما بقى يصدق قلقيها او لا بقى انت اخبارك ايه? وامك اخبارها ايه? في بنات بنعتهم فعلا. قلت لها لك بنتك دي ما ينفعش تلعب اللعبة هي. تقول لي ليه حرام وبتاع موضوع قاعدة قلت لها سدقيني دي عمد اربعين سنة ايه لو اصيها سليز. شوفي جدتها وشوفي نفسك تقول لي ما ما هقاله اكسرسايز. دلوقتي. احط كلمة اكسرسايز بينك وصير. مش كل اكسرسايز. واكسرسايز الماشي والووكي وكده. زي بواحد احبيع بس يدونه طوله ان انا عمال يوقع على ربته او فولي بقول عمال يدينه وينزع على ربته وهنامش اكسرسايز. لتدبين للنفسك. وقالي بالكم بحنختار نوع اكسرسايز. انسب وقت ان التشخيص مش حيبقى مع طوع الشمس. ولا مجرد تروحها من الافق ولا مجرد حتة منها. لا انسب وقته هو الوقت ده. معايا? اللي هو يا دو بالزاق. ما علينا. احسن من هنا بقى ده. وده اللي احنا عايزين وده اللي هنقوم من الارض للوقت حالا لنعي شخص. ويا دوب ظهر زرقان في السماء. يعني يا دوب. يا دوب. حصل دي شنريشن. ويا دوب الكولاجين بداي يحصل له بريك داون. دي انسب مرحلة هتنحق فيها العيان. ولو لحيتيها العيان ده زي ما قال الرجل بتاع ستانفورد. ممكن فعلا ما يجلوش اوصي ونقضي كمنا بتاع الزمان اللي قالها موسيقى سنة بيقول ان يعني هذا المرض غير حقني. هذا المرض يمكن تجنبه. ورب عليه سنة الفين وعشرة. وقال له قال روحت المانيا وزورت دون المسلين من الهناك وجمع اتناشر الف حالة من مواريف نتسامية واربعتاشر. وكان وقتها عندهم التين وتسعين سنة لقى ان في نصهم ما عندهمش نتيجة اللي هم عايشينه. ازا ما هواش لبقى كله ممكن من الوقت. لو انت بعده الكلام اللي هم تقدل بوقت. خلي بالك ان الرجل اللي اختاج الناس الاول خالص دو القصر من اول شهر مرة عليه هيبدأ ينزل حلوة دي? يبقى انا من اول شهر حاضر اقول له خلي بالك النسبة عالي قوي. انت الترومة اللي بتعملها دي بيلعب بسكت وبقاله شهرين دلاتة او بقاله سنة يريد عمللو بسكت لاين وايش تمام ستشهر او كمان سنة. واشوف الفرق. لو بينزل بسكت شيء طبيعي. انا بنازل كل يوم وكلوكم بتنزلوا كل يوم من الكارتلج. وده انا قلت في اول محاضرة ان ربينا ابدأ القرنة سبحانه وتعالى تكسر اللي تكسر وتمرضفه وتخسره وتمسح الارضية وتبني مكانها كلاجين وبروتش بلايكان زلدات. وقدين بالكم ده لو كانت في حدود انكانياتها. لو كان عندها حبة زبالة مص كيلو. لما لو عندها طل وطول النهارة عمالة بقطة. وطول النهارة عمالة اقرميلها. ويستيقودك من الكولاجين وبروتشو تعمل. والتالي حيلدأ يظهر الاوسيو. اذا انا عندي الانزيم من اول شهر للي انت خايف منه هيظهر في السيرة وفي اليوم بتاع العيان. لاربعة الموجودين على الاوسيو. بمر اتنين ان هزا الكلام هو الكل اللي كتير اهمه من هو الاجريكانيس. وده ممكن يستمر لسنة عشر اتناش عشرين تلاتين اربعين سنة ممكن يستمر لعالي. وبالتالي ايه? على حسابات يعني ممكن يهن الغابور فقط العصير ممكن يهن اربعين سنة. ازا ممكن اقيسه في اي منحلة بس المشكلة يبقى عندنا بس ما يقيس عليه. قول اللي موجود قريب في السوق. ولا الاوسيو اللي موجوده عندك هو الكم والسيو الاتنين دول لو استوهم العيان بتشكي ان هو ممكن يكون ساستابول بتوصي عن طريق او عن طريق او عن طريق لنوع من الاسرين او اللي يكون فيه لوت جامد على المفاصل. ده ممكن على اخواتكم الصغيرين او بناتكم الصغيرين او راتكم الصغيرين. لو شايفة ان هو عنده هايبالاكسيو فيه نوع معين من الرياضة. يسيروا واحد من دول او الاتنين دول واعرفي وبعد السنة يسيروا لهذا لو تبدا يعلى ويعلى عن الطريق عرفي ان هو بيفتد جزء من الكلاز applicator الباوت ج ancestry الかったية اللي كان ذبج لعو وبالتالي ده very very early diagnosis of degradation مش حسمي mig usirasi inaин اقول لا ده في دي جنة. زي بالزبط لما لاني تعميه الو بي. الوصي بروس كيس عدي. بقول والله في موجود زيادة شوية. يعني في نعتبرها رابط جون لوزر. انا ما اشفرص بيها او بي. ما شفص. انا ما اقول لا بيدي نوتنج ان انا فيه شيء سريع. وابدأ سيكون تبقي العيام شو كنتم بكتف او امنعه من ان هو بيعمله. بعد كده كليميكالي احنا قلنا جبناك. نبرة اثنين. وطبعا مش حوالة حوالة بسرعة جدا. بطولة الحمد لله انا استوفيتها كويس جدا جدا جدا. ازاي اعمل قبل الراديولوجي حيبقى عن طريق. ودور الحاجات. للأسف بيكتب في التقرير. ما بيكتب بيش دول قصة. دول اللي موجودين. طبعا واحد دول ده. لا. خلي بلد دي. بطولة انا جاب السورة حلوة قوي ديها. دي في الامر اي انا في مش حاجبان جدا او وبالتالي الامر اي ممكن يزبق انا مش عارض ده كام سنة حقيقة انا ممكن انا سمعت ان هي من بعد اشاع ممكن عشر سنين قبل الراديولوجي نلاقي فيه اتشينج سفيد الامر اي وبالتالي ممكن يزبق فاري. في حاجة احسن من كده طولة دي مرضو قلتها الحقيقة وصيرتني فيها اللي هو عن طريق حاجة اسمها. ايه اللي بيحصل في الكلام ده? اللي بيحصل بمنطقة البساطة. عن طريق الاسكيل اللي موجود بتانك ده. الاخضر زي الفل. لاحمر. اقدر احدد كمية الكولاجين او الماكليكس بتاع الكولاجين. عن طريق جدولينيا. وبالتالي دي جدا 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 جدا. لو واحدة مشوفت فيها عندها عشرين تارفين سنة تبع لعبة معينة. وانا خايف يكون دي الاسكيل يمكن قبل عشرين تارفين سنة من ظهور الاشاعة. لو عملت جدولينيا. حتى مش حيبان في دي الاوسيوثرايت ولا الاتريشن ولا البون مارو دي كديما. مش حيبان كل ده. حيبان فقط حجم الغضروف. مش حجم الغضروف كمان. لن يتحكم الغضروف دي حاجة تانية. مش حجم الغضروف بتاعت الغضروف. نعم. الله ينور عليك ويكريمك. رايحتني. حزبتي عينة من انهانس الجادولينيا من الكارتريج ويعرفت الجواء ايه? افتك معك. مش طلو حاجة عكس عمي كده. بس طمع. انه برضو العيان هو اللي حاجة. والله عايز تتطمن على كارت الجدهة حتى ان انت هيجي لكوسيو أرسيو ثلائت بعد عشرين سنة اعمل لك انهانس الجادولينيا. وقت راح ادفتك كبير. وممكن لو بيرع بيع بجامدة واصلا عنه ولا غيره ممكن اعيده بعد خمسين عصر وقول له خلي بالك. انت دخلت في الخط الاحمر بتاع ادي الصور ملونة. وادي بتاع كمية اللي موجودة جوه لو عقبة وبالتاني عندك زي بالزبط اللي هو البول مارو نفس الشكل هنا ودي الحاجات اللي ممكن استعملها للم ار اي بما فيها بتاع الكارتليج وممكن استفيد بها في. ما معهاش فروز. تقدر تعمل لي اكس راي تساعدني شوية في الايرني. قولي حتة الفروس بين الم ار اي وبين الراديولوجي لو انا بصيت علي اكثر حتة بالكارتليج هي الحتة اللي موجودة على نهاية الكوندير هنا. اطعف حتة اللي ورا دي. فانا عايز اصور العيان في الوضع ده. لو صورت العيان في الوضع ده يمكن يظهر لي ناروينج قبل كم سنة من صهوره في الحتة دي. ان ده محتاج وقت اطول عشان يحصل. الوضع اللي ممكن اعمله بالعيان ده في التيرلي ان بعض الاحيان ساعدتك بتبعاتي كل اللي قدامك اصيو ارس ليس. بين و جيلينج وستيفنس وش احضر رواية وتعميل اكثر ايه زينين فل. اعملي بقى الوضع ده اللي نسميه شاسيو او جي فاي شاسيو. منظر سهل جدا. هيدلي خماشر درجة ويحق الدين قدام النين. هيطلع عليك المرلين جدا 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 جدا. يمكن قبل سنين من وجوده في المرمى عليك. دلوقتي بيعضر قدامي. اقدر حدد دلوقتي من اللي قدامي دول. انا في الوسر الاسرائيس وقدر حدد بكل واحد من فيه عندي الطريقة اللي حدد بيها في الوسر الاسرائيس. دي مش محتاج لفو النص. الجيل التاني مش محتاج قوي. يمكن الجيل التالتي المحتاج بصوا قايرين دول هما اللي حمع فيهم بتاع الوسرائيس. وبقى عندي دلوقتي الدولز اللي ممكن قابرة شكرا سبيل قول الكلام ده. ده الكنتينيا. بالحية انا الوقتي عندي محاضرتين. في محاضرة اللي هي بتاع التناشة اللي هدو علي بالي. كده خمس كده او كي? على فكرة فيه الناس كانوا حاجزين بوجوش. فلا اعايز يعمل شدرا كبيرة اللي قلقة ممكن. ما الانتو اتكلمكم. ان شاء الله رزي الله تعالى نص عميزة رديباتكم. علينا ان شاء الله المانيج منكم قصر. ان شاء الله المانيج منكم قصر. وقدم قصر. وقدم قصر. وقدم قصر.